موسيقى سلام لبنات ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي ساحة جيدة اليوم ان شاء الله رح نشارككم وش در تفطار لما صمت البارح كما راكم تلاحظو انها دايرة زوجتها لكوكوت اه حطيت في كل واحدة منهم واحدة حطيت فيها زيت عادي والتانية حطيت فيها يجيها كاك واحدة الكاستة زيت الزيتون واحدة درت فيها البصل والتانية كدلك درت فيها كمية مليحة انتاء البصل هنا هادي الي راح ندير بها الكوسكوس درت فيها زوج مغارف كبار ونص انتاء طماطم مصبارة في هادي الي راح ندير فيها شربة درت فيها كمية اشتو زوج مغارف كبار مش مع مريم بزيف انتاء كدلك طماطم مصبارة في هادي كل كوكوت كبيرة درت تقري انتاء في الفلحار وفي هادي انسيت الثمن فدرت شوية ثمن شوية نعناع وحب انتاء طماطم مرحية وشوية انتاء الحم بعد يلي بنات بديت نضيف التوابل فقدرت فيها شربة القصبر وغلط درت المفروض منديرش فيها الكوسكوس بركة غلط ودرت لهم فلفل اسود درت لهم ملح وفيها الكوسكوس درت الكركم اذا هنا في الكوسكوس درت اطراف اللحم وهنا عندي حمص مشمخ او مرطب شللت وحتحت العين انه كان في الكونجولاتور هنا حطيت هادوك البروميه تقللوا جيدا ورحت للكوسكسي هنا درت كوسكسي متوسط رح تستغربو من الكمية الكبيرة ولكن نحبك نديرو نديرتها دجوغ يعني عم بلكم بلي هو اصلا كيبات يزدي ولبنين كتر هنا فدرت نص كيلو كامل تاكوسكسي متوسط درت له الملح لانو هادا تبرا يجي شوية من السوس ودرت له الزيت حبكتو جيدا بهذاك الزيت باش الحبات تاكوسكسي يتغلبو مليح ومبعد ما يلصقش يعني في بعضه ومبعد هنا بديت نديروه بالماء درت الماء للمرة اللوله يعني نشربوها بالعقل بش ما يتعجن ليش ما نكتروش الماء ومبعد كامل يتعجن ويتصق في بعضه درت له شوية ماء ونحركوه مرة على مرة ما نخليش يعني يعني ييبس او يلصق في بعضه يعني هكاكو هتكون لزوج دقائق نحركو هنا لما شرب هاداك الماء هكاكو كما تشوفو رح تحسوه بلي يبس شوية رح ساع نفكو برؤوس الاصابع بهذا الشكل ورح نضيف له الماء للمرة التانية ونزيد نخليه يشرب هاداك الماء بس كهدوات الكوزكسيته بره يشرب وكنت وجدت قدرة كنت وجدت قدرة في هلمة راهو يغلي المهم هنين بعد ما شرب للمرة التانية حطيته في الكسكاس كما راكم نشوفو ورح نحطو يفور للمرة الاولى لما يتفور الكوزكتان المرة الاولى رح نفرغو في القصعة ورح نفكو هكا برك بهاد الملعقة الخشبية ولا بفرشيطة بهاد الطريقة ومبعد يا لبنات لما نفكو رح نزيد نزيد له الماء او نزيد نشربو بالماء مرة تانية شوفو كيفاش فككتو ولا تكون حبة وحديها اذا هنا رشيتو بالماء بهاد الشكل ونبقى كما قدكم برؤوس الاصابع ندير كما هكا اذا هنا رح نخليها يشرب وهنا رح نروح للمرقة الكوزكسي هنا بعد ما تقلعت المكونات مليح مليح مرقتها بالمالي ضروري انو يكون سخون من قبل وبديت نضيف الخضراء انا درت لفت سنارية ودرت جريوات وانتو محطو يعني الخضراء اللي حبيتو موارفن دير الكرومب وموارفن دير هذيك القرعة كذلك تو مديرو واش حبيتو وهدي الكوكوت انتا الشربة مرقتها حتى هي وضفت لها قرن فلفل وغلقت عليهم الكوكوت وخليتهم اي طيبو هنا حطيت الكوكسي في الكسكيس ورح نحطو يفور للمرقة التانية يعني خليه يفور لوقت مليح هنا بعد ما فار للمرقة التانية هني فرقتو في القصعة ودرت له اطراف انتع الزبدة كمستو وهنا زفخون شوية ما قدرت تسنديرو بيدي ولتا فككتو بالملعقة الخشابية نفكو مليح ونخليه معناها يبرد حتى ان يطيب المرق بعد ما طاب المرق يا لبنات حليت الكوكوت وحطيت حب انتع بطاطا رح نخليها 20 دقيقة هاكيك حتى الطيب ومبعد نرجع للكوكسكسي نسقيه بالمرق هنا بعد ما برت شوية ضفت له من هداك المرق رح يعطيها بنا هدي يعني الخطوة رح تمد بنا للكوكسكسي تانا وشوفو اللون اللي انتحصلوا عليه اما بالنسبة للشربة فدرت كمستو كمية انتها فاغميثال وضفت هذا الشربة ونخليها هكيك يعني 1-10 دقائق ولا حتى تطيب هديك الفاغميثال في الشربة انتعنا هنا منعودو سنغلقوها كوكوت هنا حطيت الكوكسكسي كمستو في بورت مانجي كبيرة وغلقتو وانها هبطتو التحت اصلا هبط يعني مكذة كاملة التحت اما بالنسبة للشربة بعد ما يعني طابت هديك الفاغميثال حطيتها في بورمة صغيرة فرقتها من الكوكوت طفيت عليها ودرت لها من فوق قرشتها انت مع الدنوث هنا اللي يوجحهم لفريق يقدروا يعوضو بالفاغميثال ومن بعد نغمال بعد هومات غداوه انا رح تنخدم لانوانا طايمة رح تنخدم ايدو بعد ما جيت من الخدمة كملت الخطوة الباقية طبعا انا في الصيام ما نحبش تقريبا هديك يعني المملحات ولا نحب الكثرة فغير ما روحت وبدلت قشي درت خبزت على السريع زوج خبزات انتع كثرة فدرت كيمشتو دوبول انتع يعني سميد انا نكيل بهادك اللي شتون يعني كيلت بها درت لها هكا زوج مغارف انتع ملح خلط سال ملح مليح مع هداك السميد درت هكا حفرة في الوسط حطيت زوج مغارف انتع خميرة الخبز حطيت مغارف هكا نصف مغارف انتع ثقربك باش تعطينا احميرار وتساعد الخميرة باش تتفاعل ومن بعد هنا درت شوية مزيج ما بين نصف منجن هكاك مزيج ما بين زيت نباتي وزيت الزيت ونحطيت شوية انتع ما دافي خليت الخميرة تفاعلت وبديت نلم يعني في العجينة تعيب ماء دافي بالنسبة للعجينة انا هنا كثرت لها الماء لانه انا متأكدة بلي هدا سميد يشرب بزاف فمن لول كثرت للماء بش ما نضلش نضيف فيما بعد بعد ملمية لعجينة نعطيها كودما برك حكاليه ليه ومبعد نلمها ونخليها تريه حكاك واحد العشر ثقائق ولا ربع ساعة انا خلاص بديت يعني بديت نطفه فروحت خليتها بلك واحد البامينيت رحت اتكيت شوية لانه كما قد قمبكرت شوية بس طيبت وكل شي فعطيت الوقت الكافي بش ريحت ومبعد رجعت رجعت ليها لقيتها بلي خلاص شربت هنستكوبريتها بليه بالثغبيات لما رجعت ليها لقيتها بلي خلاص شربت هن بديت نعجن فيها ما حبيت تنديرها بالبيترا قلت خلي برك لانه كمية العجين شوية برك خلي بك نديرها برك بيدي واحد البرة الثاعة برك وخلاص العجينة والتي يعني معزونا بشكل جيد وبيادت يعني بشكل جيد كمشتوا ها هو القوامتها راهي راهي يعني شربت مليح ولا القوامتها يعني مليح بلا ما نزيد لها لا ما لثميت هنا قسمت على الزوج نعط لهم برك شوية شوية بركها كبيدي نحاول يكونوا قد بعضاهم ندلهم شوية بيدي ونحطهم في كس بلاستيكي وراح نحط الطاجين يسخن نخلي الطاجين يسخن مليح مليح قبل يعني ما نحط فيه الكسرة هنا بعد ما نسخن الطاجين بديت الخبز خديت الخبز اللولى وبديت نعدل فيها بهذا الشكل بيدي بيدي ونبعد ما تساعدتنيش الطابلت تتهزز بالزيف واللي تروح تخدمت فوق بوتاجي افوق البلوندوت خفاين تاعي حطيت السرفيتا باش انكاو يعني تكون مزيدة لاجينة هي مش سخيب سحبيت ندل فوق السرفيتا بديت نبسط فيها بهذا الشكل قلت لكم انا ايف مع هكا الشربولا نحب لكتر الكسرة لخبز لبوراك لمملاحات لولو هنا هني طرحتها نسي نعدلها مليح بيدي الطاجين ره نسخن نلحتها نخليها واحد زوش دقايق ونقلبها ونطقو بها بهذا الشكل بيك يغضو نبقى مرة على مرة نقلبها حتى تاخد لون دهابي من الجوانب مليح كمشتوها هي بعد ما طابت ما ننسوش انو نحوشيوها على الاطراف انتحها هنا انا اني نسيت قلت لكم داي خاسيب بمب داوة اللي بيلي فضولي هنا حوشيتها على الاطراف انتحها بش ما تبقاش يعني خضرة ملتم ونبعد خلاص ربوزيت شوية قرب المغرب بديت نوجد في الاطابل انتاعي طبعا حطيت البنو والدقلا هادو اساسيين هادو اللي صح لازمني يعني ندير بيهم الصيام نسيت مشريتش البنو والتي تلبست قشيلي هلي وخرجت نشري البنو والسا بديت نحضره في الطاولة انتاعي هنا سلاطة يعني داروها لتحت في دارة حماتي ها هي الكثرة اللي درتها وهنا كدلك كانت حماتي درت الكفتة فحطيت شوية هادو برك لي اني انا كنت صايمة وحسيت بلي جعلت في الاخير ما كليتش يعني ما عندي ما كليت كليت شوية برك فغميثال الكثرة اللي كليت منزوج مغار في برك ونقبت شوية مثلاطة بلكو والكفتة شوي شوي وخلاص يعني ما الوحد يتشهها برك باش هيكل بعد في الاخر منكلوش اخلاح الكثرة اللي جا هاي لانا نحبوها كباك بلاحمص بلاوالو نحبوها كفرطاس هدا هو الفيديو التالي يوم نلتقي في فيديو لاحق مع السلامة الكثير التكتفانه